تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم أربعاء عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بدعوكم للاشتراك فيها أكيد اللي بدابعوني في مقاطع سيلفي سبورت الفيديو العادية بشوفوا دائما وراي صورة لجوزيو ميرينيو هو بحرك إيديه بطريقة كأنه معتقل وكأنه شخص في يديه أصفاد فما قصة هذه الصورة الغريبة للرجل الغريب القصة بترجع لموسم 2009-2010 انتر ميلاني القوي جدا في إيطاليا وأوروبا يواجه سامدوريا في لقاء الذهاب النتيجة انتهت بالدعادل السلبي لكن اللقاء كان متوتر كثير وتوتره أكبر كان من جوزيو ميرينيو لقطة ركل الجزاء طالب فيها سامول إيتو مرح تثبت لكن اللقطة اللي خطفت كل الأضواء كانت لما لاعب سامدوريا بوتزي عم بحاول يحصل على كرة ثانية وبيسبق مدافع الإنتر وورتر سامويل فبيعرقله الأخير حسب تقدير الحكم اللي ذهب أيضا وترد وولتر وفي نفس اللقطة كان في ركلة حرة مباشرة لسامدوريا اتقدموا سددوها لكن كوردوبا مدافع الإنتر اتحرك بشكل سريع نحوه وتعرض لبطاقة صفرة وفي هجم مرتدي بعد شوي كوردوبا بيحصل على البطاقة الصفرة الثانية وبتم طرده هو الآخر إنتر منقوس باللاعبين في شوت رغم النقص مستحيل حدا ينسى الشوت الثاني الرهيب اللي قدموا إنتر ميلان كان أفضل كان أخطر وحصل على فرص كثيرة ومنها فرصة إيتو اللي هي كانت على الأغلب ركلة جزاء إنتر تعادل وحافظ على صدارته بفارق مريح عن ميلان كان سبع نقاط ومورينيو فاجأ الجميع بحركة اليدين المقيادتين اللي كان معناها بالنسبة له حسب ما قال تستطيعون اعتقالي تستطيعون إبعادي لكن فريقي قوي وسوف يفوز بكل الأحوال ولو أصبح بتسعة لاعبين خلوكم معي لأن القصة ما خلصت أبدا العقوبة كانت شديدة على مورينيو الاتحاد الإيطالي اعتبرها تحدي لأيلو اعتبرها إساءة للحكم أربعين ألف يورو غرامة وحرمان ثلاث مباريات واللي زاد من توتر الناس مع مورينيو إنه بين الشوطين ذهب للحكم وقله رائع رائع اتذكر إنه عائلتك عم بتشوف شو عم بتعمل هلا المباراة هذه كان لها ضحايا كثار تم حرمان منتاري مبارتين لأنه أساء للحكم كان بياسو أيضا مبارتين لأنه حاول يعتدي على عب سامدوريا في النفق بالإضافة للعبين الاثنين المطرودين الموضوع تطور أكثر وأكثر صحف قالت الحكام عم بفكروا يطالبوا إنهم ما يحكموا أي مباراة للإنترم الآن وصاعدا بسبب حركات مورينيو وصحف بتتهموا إنه مصدر تحريض على العنف مش مجرد مدرب عم بيحتاج تحكميا ووزير الداخلية روبرتو ماروني الطريد دخل عشان يقنع الحكام ما يقوموا بأي تصعيد تجاه مورينيو بس الحكم تاقليا فينتو اعتبر نفسه الرابح الأكبر من اللقطة وقال لم أقابل مورينيو بعد تلك المباراة كانت نقطة تحول في مسيرتي أثبتت قدرتي على إدارة مباريات كبيرة متوترة بكل هدوء طردت اثنين من اللاعبين الإنتر لكني كنت على حق وهذا كلام صحيح بعد المباراة لأنه الحكم أصبح أهم زمان كان يحكم درجة أولى وثانية بعد هذه المباراة أبدا ما حكم مباراة في الدرجة الثانية وأعطوا مباريات كبيرة في إيطاليا دائما ومنها المباراة الشهيرة اللي بين ميلان ويوفنتوس واللي جاء فيه هدف مونتاني اللي تم إلغاؤه واللي قال عنها هو في عام 2020 لو كان لدي فار لكنت بالتأكيد تمنيت العودة للماضي وأحسبت هذا الهدف وفعلا هذا الحكم أخذ مباريات مهمة منها فوز تشيلسي على بينفيكا في دور الأبطال 2012 المباراة اللي ساعدت لبلوز لاحقا على التقدم حتى الفوز باللقب وخلال ذلك الموزم أيضا تواجد هذا الحكم كحكم رابع خلال فوز مان يونيتد على بايرم يونيخ الثلاث اثنين في دور الأبطال المباراة اللي تقدم فيها الشياطير الحمر ورجع البافاري بقيادة فانغال بهدفين واحد منهم كان خرافي من آريون روبين واتأهلوا بفارق المواجهات وكمل بايرم طريقه للنهائي مع فانغال حتى واجه الإنتر اللي قال عنه مورينيو فريقي قوي لا يخسر يوم المباراة أمام سامدوريا وطبق هذا الكلام في المواجهة النهائية وفاز بهدفين وحقق ثلاثية تاريخية ما حققها أي فريق إيطالي آخر موسيقى 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 موسيقى